ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في الألعاب الجماعية والفردية كما سيفتح آفاقا أوسع للاستفادة من الدعم المقدم من صندوق العمل تمكين والبنوك التجارية بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية مع القطاع الخاص وسيمثل هذا المشروع الرائد دعما كبيرا للشباب الرياضي في مملكة البحرين وسينقلهم بشكل جدي نحو الاحتراف الرياضي وصناعة الرياضة ويحقق العديد من النتائج الإيجابية التي ستعود بالفائدة والنفع على الأندية ذاتها وعلى تطور الرياضة البحرينية حيث أقر مجلس الوزراء للسماح للأندية المحلية للتعديل بموجب القانون وتغيير كيانها القانوني إلى شركات تجارية وتأتي هذه الخطوة المتوافقة مع رؤية يسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل وجلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وهي أحد أجزاء الحزمة لبرنامج استجابة الذي أطلقه سموه ويرأسها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في سبيل الارتقاء بالرياضة والانتقال بها نحو الصناعة والاحتراف والنهوض بالرياضة ودفعها نحو المزيد من التطور والتقدم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر